خبر كمان كويس اوي اعتقد تقدم المنتخب المصري 2-1 على منتخب البرازيل يعني دي نتيجة كبيرة جدا بتدي الثقة في اللاعبين والجهاز الفني نتمنى كل التوفيق زي ما بقول ومنتخب الالومبي منتخب مبشر جدا وواعد جدا ان شاء الله بمستقبل الكرة المصرية في خلال السنين اللي جاية كل التوفيق لمنتخباتنا الشباب كابتن ربيع عسين منتخب القوم مع كابتن شوق غريب وطبعا المنتخب الاول مع الكابتن حسام البدل لسه ما اخبرنا مع المارض الاحمر النادينا النادي الاهلي طبعا كريم نتبت لاعب الفريق بينفز لسه برنامج التأهيلي على هامش مران الفريق النهاردة نتبت ادى تدريبات بدنية بشكل منفرد والتأهيل في الجيم تحت الشاب طبعا دكتور طارق عبدالعزيز ده اخصائي التأهيل بالنادي الاهلي بالاضافة لبعض التدريبات البدنية الجاري حاولين الملعب بشكل مباشر كل ده ان شاء الله بيحاول يسابق الزمن كمان ليرجوعه ان شاء الله فقر بفرصة يعني وانتظم في التدريبات الجماعية لفريقنا النادي الاهلي ان شاء الله كمان